اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل بمبناية الختام دايما للحلقة وللأسبوع فقرة السوشيال ميديا اللي مليانة بالأفراح والأحزان واللغطات والضحكات وكمان الرسائل والدروس اللي احنا بنتعلمها من السوشيال ميديا رحبا معايا بالصديقة العزيزة الدكتورة مايا ازاي ازاي اخبارك ايه الحمد لله تمام كل قويس انت تمام انا تمام زي الفل طيب الحمد لله وكل شوق لأخبارك شوف بقى النهاردة يعني هنبتدي كده بفيديو لطيف جميل جدا حاجة ايجابية لا لا احنا هنعمل ترندات لطيفة جدا فيها تفاؤل وفيها امل وفيها حتى نظرة كده جميلة عن بلدنا الجميلة مصر في كده ترند كده فيديو تم عرضه على منصة تويتر عن معبد الدندرة اللي هو وفقنا لو انت لاحظت المعبد ده يعني مدة الفيديو بسيطة جدا الا انه لا اقبال رهيب اول تعليق يعني طبعا لفت نظرنا هو الملياردير الامريكي ماسك يا ايلو ماسك اه طبعا يا انا هربيض هو ده الفيديو لو انت شايفه يعني ده ايام حتحور قعدوا 200 سنة يبنوا فيه الله المعبد ده وهو في قنة محافظة قنة طبعا والاله يعني حتحور يعني بيعبد يعني كان رمز للجمال وللحب فشوف قد ايه كانوا انا عايز اقولك ان الحاجات دي يا مايا بتجنن الاجانب يعني احنا بالنسبة لنا طبعا نترسنا وكنوزنا ومن المفرحارين بيها بس عادي ان احنا معتدين عليها وعايشين بينها لكن مشقت زي ده ان نجيب المعبد من تحت ويبقى فيه جولة في الكواليس والممرات والرضهات والسنة ديب بتاعت المعبد يعني هربيض ده يلحص الناس المرح كمان التغريدة بتاعته كانت لذيذة بيقولك كانت مصر القديمة مذهلة 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 اه الله حلو وكان من برضو التويتاية معانا هي اه انشنت ايجيبت ووز ونار نوع شايف مذهلة نار ومن اهم الناس ناس كتير علقت طبعا على التغريدة دي عشان كان ليها صادة كبيرة طبعا من انحاء العالم صحيح تخيل احنا بقى لو استغلناها وابتدينا ننشرها بالسوشيال ميديا بتاعتنا صحيح ووص برامجنا مصبور وابتدينا نسلط الضوء عليها ده بس كون ان المحرك البحثي يبص في الجزئية دي بس ماسك هو بيدور يعني حيربط اسمه باسم المعبد دي حيبقى الفيدباك العالمي والسياح حالينا في مصر كبير جدا مليون في الماء من اهم الناس كمان اللي هي علقت عليه وزيرة التعاون الدولي دكتورة رانيا المشروط ايوة وكمان كان الفنان اللطيف محمد هينيدي كان حطت كده تعليقة بيقول له انا مستعد ابقى التور جايد بتاعك وابلاشي عام بس اخلص الجولة بتاعك اه كتب له اهنيدي كم تو ايجيب مان ايل بي يور بيرسنال جايد انا هكون المرشد الخصوصي بتاعك فانت شايف ايه هل الحاجات دي فعلا بتدينا كده ثقة بنفسنا ولا ثقة بالسياحة عموما لا هو طبعا اولا ثقة بمنتجنا السياحي وان احنا عندنا فعلا كنز احنا لسه مش عارفين نستغله الاستغلال الامثل بنا استغلله استغلال على قد الامكانيات بس فيه طبعا اكتر من كده عشرات الاضعاف ده رقم واحد رقم اثنين انا معلوماتي كمان ان فيه دلوقتي ما يشبه الدعوة اللي هتتوجه لإيلون ماسك عشان يزور مصر علشان يعني يترجم بقى الجملة اللي قالها دي من خلال بقى المتخلق له موجود وصور وفيديوهات وتنزل وهو له ملايين المتابعين على مستوى العالم فدي دعاية تسوى مليارات للسياحة المصرية والاثر المصرية فانا في رأي احنا لازم نشتغل على الخط ده اكتر يا في بقى اشهر صانعة محتوى في التيك توك هي بنوطة لطيفة كده عمرها 25 سنة لبنانية خريجت ديكور بس ثبت الديكور وراحت للأكل بقى هو يا أخي الأكل ناس سبحانه الناس كلها بتيجي ببعندتها الناس كلها بتيجي ببعندتها كان زمان يقولك مش عاف الرجل ايه اقصر طريق القلب الرجل معندته للوقتي بقى رجالة وستات كل الناس الشغف على فيديوهات الأكل غريب يعني مخشة انا على السوشال ميديا اتقص كده سواء فيسبوك ولا الانستجرام ولا تويتر انا بتاع اي فيديو الأكل ان شاء الله حتى يكون حد ناكلة مش معروفة عمله لايه الناس كلها بتتفرج ومهتمة وبتكتب تعليقات مش عارف ايه شهوة الأكل اللي على السوشال ميديا هي مؤخرا بقت الصفحة بتاعتها عندها اكتر من 20 مليون متابع وزارة مصر وقدمت بقى يعني طبخات كده مصرية وعملت الترند يجد بقى وعمل شغل كبير جدا وقعدت تدعو الناس انه يجوا يزوروا مصر بس المميز انه الناس سمتها بانها اميرة ديزني اميرة ديزني اه لان هي في معظم الاكل بتاعها والطبخات بتحسها ايه لابسة زي البرينسس وكمان احيانا هي ليها علاقة يعني الديكور دا يعني بص هنا دا انا من خلال البنوتة دي بدعو كل شاب بعدم اليأس هو اه بس هي مش هي اللي بتطبخ لا هي اللي بتطبخ ده هي كيرا واضح انها هي بتلث على المحلات دي جولتها في مصر اللي يقول لهم تعالوا لكن هي بتطبخ وكمان بتطبخ بقى ايه اكلت من الاردن من فلسطين وتلبس النبس الترادشنال ومزجت ما بين انها هي مهندسة ديكور وشكلها لطيف وظريف وما بين الطبخ فده اللي كان عشان كده هي سموها اميرة ديزني فده الجديد فانا دايما هنا بنصح الشباب طب ما هو اهي بنوتة هندسة ديكور لكن راحت للي بتحبه وده ما جت الحكتين فالناس متعودش يأسى وتقولك انا مش عايز اشتغل وانا مستمي الوظيفة فانت شايف ايه دي لقطة لقطة مهمة جدا صحيح وفيها استثمار لمهاراتها ومواهبها منها استخدمت دراستها في الديكور وبزجتها مع الحاجة اللي بتحبها في الطبخ واصبحت شخصية عامة هي وبتعمل ترويج سياح المصر كمان فيعني انا بصي الفكرة اللي احباط واليأسة انا ضدهم طول الوقت يا باي طول الوقت اللي عايز يحبط بيبقى هو اللي عايز يحبط واللي بيقس بيبقى هو اللي بيستسهل الفشل لو عايز تنجح هتنجح الله في سماء لو مين واقف قدامك طالما عندك الرغبة والنية ربنا هيكرمك بس اشتغل بلاش تقعد وتقول انا اسطنى حظ روحش اصلا مش لقي شغل اصلا ما عنديش فرصة اصلا الوسطى اصلا الكوسة وكل الناس نجح دي ما فيه وسطة وكوسة وفاشل وكل حاجة بس تغلبوا عليهم ونجحهم هي اهم حاجة طول تل بال طول تل بال والفكرة الطموح والامل اوعي تفقد الامل اكيد خلي عندك رغبة وثقة بالله هتوصلي حتى ولو بعد حين ده بقى اللي عملوه ست كده ظريفة وبنتها اسمها نغم سليمان هما الاثنين بقى قعدوا دندنوا شوية اغاني والاغاني دي ست وبنتها اه وعملوا شوية اغاني حلوة مثلا زي الليالي الانص في فيينا اغاني بقى ايام زمان محمد فوزي وفريد القطرش وابتدوا دندنوها ولقت اقبال كبير جدا واستحسان كبير جدا عند الناس تبع ده صوتهم حل اه وقعد يقول لهم ايه الصوت الملائكي وايه الحاجات الحلوة دي يعني لقوا بقى مع انه هما ما عملوش غير اربع خمس فيديوهات تقريبا بس سمعوا بسرعة بس سمعوا بسرعة ده بيخلينا نلقي ضوء قد ايه الاسرة لما بتدعم طبعا اولادها طبعا بتدديهم امل بتدديهم دفع ده فيه ابهاتهم مهات يا مايا للأسف بيكبتوا الموهبة جوه ولادهم لا ابنه بيغني وعنده بيجعل ايه ده هضع وقتك بالغنى والكلام الفاضي ده ده وقتك في الكورة ده وقتك في الشق الموهبة دي مكملة للتعليم وممكن هنا كان ليه ينجح في التعليم وممكن تكون ربنا خلق له نجاحه وشهرته وفلوسه من الموهبة دي فإوعى تكبت الموهبة انا بلاحظ من خلال تجربة الخاصة يعني في الشغلي بتيجي تسأل الطالبة انت ايه موهبتك بيفكر سخيل اه ما تعلمش ان هو يعبر عن موهبته او يؤمن بموهبته لانها اتقتلت فيه وصغير عشان المسرح الحق قبل كده نديت لازم المسرح المدرسي والفن المدرسي يرجع في المدارس طبعا طب انت شوقتين اسمع نغم واندتها او طبعا 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 موسيقى 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 أهوام وطيف جاري مع أهوام ولي تصبر على الأيام تفوت من غير ما تتنى متع شبابك ببين دبين روضا بلدن متع شبابك ببين دبين رغم الجنة نغم في الجو لورن سما هطير بك وجنة الله 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 بس هي كانت منفردة في الفيديو ده الأم أكثر يعني بيتها كوية حاجة كده كرة اللي جاءت رد منها بس واضح ان هم بيقسموا يعني بالصوت حلو فعلاً ومشي على النوتة والأغنية تقلت صح بسم الله من شاء الله دي مطربة متمكنة أهم حاجة الدعم والدعم النفسي هو رقم واحد اندي بتقولي عجالهم يعني رد فعل ممتاز ودعم نفسي ممتاز فده بقى بيخلينا هيكمله ولا هيقولك بقى خلاص احنا نجحنش ليس بقى الاستمرارية هي دي القصة احنا ممكن ننجح لكن الأهم انه نستمر احسنت بص انا مش عجبني قوي الترند ده اللي هو الفتاة إرجنطنية ميتت وقصة التحدي بس انا انا فكرت شوية قلت احنا دورنا كمان توعوي توعوي طبعا ولازم نلقي الضوء على الحاجات دي علشان برضو الأهل يبقوا عارفين انه الخطر مراحش وليلي ايه اللي حصل الفتاة الأرجنطنية عمرها 12 سنة توفت يوم الجمعة ليه بقى؟ عشان تحدي الاغماء اللي هو ظهر 2021 الوصول مستودة اللي حصلت على موضوع اللي هما يعكبثوا ايوه رجع تاني انا محبتش الاول بس قلت لأ احنا لازم انواعي الناس انه رجع تاني بنت لعبت انت حدي وماتت؟ اه هقولك لعبته تلات مرات والمرة الرابعة توفت انا بس من هنا بدعي الناس انه تاخد بالها من ولادها صحيح مش عشان اكتر انا محبتش ان اقولها بس قلت لأ لا لا عندك حق طبعا ما في النهاية ما حدش افرح انه ابنه يبقى قاعد على السوشال ميديا وبيلعب وبتاعه مرة واحدة يلاقيه جثة هابدة بسبب اللعبة مهولي ازن توخي الحذر مليون في المية انا من انصار رقابة الاب والام طول الوقت على علاقة الولاد بالسوشال ميديا وفي ناس تزعل مني يقول لي لأ وده تقييد ومتقى قدوا يا جماعة مال التربية ايه اقول اقول لي احزعل منك اول او اطلقتي معك لا انا مش مثالية انا وقاعية انا نفسي اعمل رقابة 24 ساعة بس صعب انا مش عايز اعمل رقابة 24 ساعة انا عايز اعمل الرقابة والاشراف يا ماريا اللي احنا اتربنا عليهم هو انا ابويا وامي كانوا خدقيني 24 ساعة ما كانوا مديني حرية ومع الحرية مسئولية وكانوا بيسيبوني واخرج وانبسط بس كان فيه بس الزمن اختلف ايه يا حبيد صح بس في النهاية فيه ليمت اللي خليني يقول لي لا ستوب خلي بالك انا انفعي بعدي ولد ولا بنت 12 سنة 13 سنة 14 سنة لسه الادراك ما اكتملش عندهم وانت عارف المصيبة ده ممكن يودي الحد فيه اكيد ابساطها اللي انت بتقولين لعبة عبيطة اودت بحياة البنت الارجترية فبالتالي انا بس مجرد وانت عايزة تطمن ولادي بيعملوا ايه ممكن يعملوا مش فيه اسمهم ايه ملاش بنت الارجنتين ايه بنتين المحبوسين عندنا اللي هم حنين حسام ومواد ده الادهم بنتين بصريات عشان عالتيك توك ابوهاتهم وامهاتهم ما عارفوش بيعملوا ايه عادوا يعملوا فيديوهات بحاجات خارجة عن القانون يعني الاب فوجه ان الباب يخبط المروس جايه وبطعنا بنته هو ما يعرفش هنا حلوبه ولا مش حلوبه لأ اكيد طبعا بنتم قالها خمس سنين عامل عشر تلاف فيديو على تيك توك هو ما يعرفش فيديو واحد فيهم بيقول ايه وطوليلي الزمن غير الزمن لا انا بتكلم في قصة ما انا هحكي لأ انا ممكن نساعد الاهل فيه على الانترنت في حاجات اولا اليوتيوب نحاول اقول اليوتيوب كيدز اوكي التيك توك مشكلته انه هو مالوش ملكة يعني ياسدت الحاجة مشانا ينفع انت بنتي وانت عملت اعملي فيديوهات عن تيك توك من غير ممسك موبايلك مشانا ينفع وانا قاعد في قطي افتح الموبايل واشوف التيك توك اللي انت نازلت يعمل ازاي ايوه طبعا احنا مش معترضين على فكرة هو ده الرقابة انا بقولها ان انا حبص على الفيديوهات اللي عملتها مايه ما انا عارف الاسم بتاع صفحتك ولا كمان بتغبيه عني لا هو ممكن ما قالتش البابا ما قالتش البابا ايه اللي هي الحنين وما معرفش التانية مواده اسمعه ما قالهم سبع سنين ما قالوش باش عبا ما قالوش ايه ما قالوش ايه ما قالوش ايه ما هو ده مبالغة ده مفارقة طنت اي نصر اي نصر انا بقولك اهو on daily basis يعني على اساس يومي ايه مش انا عن انتي منتي ايه وسبك على الانستجرام ايه مايه كذا مش حل؟ صحيح انا من غير ما اشوف موبايلك ولا اقولك تعالي وريني عملت ايه اما حتابعني فلما لاقي فيديو شمال اجيبك من شعرك ما اكيد طبعا بس ده انا بقوله انا مش معطردة انا بتكلم في آلية ان انا دول كبار انا بتكلم في الاطفال جزئية الاطفال ازاي تحميهم لا ما يش دعب الاطفال ما هون تحميهم عن طريق لا كانت عايزة تموت لا صح؟ هنا بقى دور الاب لو كان من اول مرة شافها مش تبتوني عمل اتحدي ثلاث مرات لو كانت شافها عملت مرة واحدة فكان لطم وجيري بسرعة عالي يا ابن صيبة اللي بتعمليه ده ما يتعملش تاني عشان ده كذا وكذا 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 كانت البنت دلوقتي في حضه يعني انت اصدك المتابعة بالرقابة بس بشكل غير مباشر مصبوط بحيث انه انت تخلي له المساحة اللي عبر فيه عن نفس لا انا بقوله ده صعب لا هو انت مش عندك بلان؟ اكيد طبعا ما تعافش عنهم حاجة؟ لا اكيد اعرف عارف عنهم حاجة ولا اكيد عجيبك لا 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 دول عناية الاثنين عشان يبقوا عناكي عشان يبقوا عناكي لازم يبقوا في عناكي اكيد طبعا وتحت عناكي اكيد صحيح وتحت عناكي مرسي نختم اه يعني حاجة برضو اه يعني كانت الفنانة اه لقاء الخميسي مالها ده اللي بحبها عملت ايه؟ اه كانت بتقول لا هي ما عملتش حاجة كويس طلعت وقالت يا جماعة كفاية بقى الاعلاميين اه يعني او الصحافة اللي بيجزقوا بيقطعوا في المقالات والهدف فقط ترندات يالي تحترمه خصوصية الفنان لانه هو بني ادم دم و لحم وما ينفعش خالص انه انتو طول الوقت عشان بس سبق الترند انك انت بتنشر اي حاجة دي على واقع معينة ولا بصفة عامة؟ لا هي طلعت كده وقررت انها تقول كده يعني انا معاها طبعا في المعنى بصفة عامة انه في بعض الصحفيين واللي هم من الصحفيين اساسا يعني بتوع المواقع الصفرة بيحبوا طول الوقت انهم يعملوا عنوين واخبار مفبركة سخنة علشان يجزبوا بيهم المشاهدات والترندات وبتاع لكن طبعا ده ضد المهنية وضد الاخلاق وضد الصحافة طب ماشي بس انا مش شايفة انه الموضوع جديد يعني احنا عشان كده بسألك فيه اكيد حاجة حصلت لا مش حكاية كده انا بتكلم في ايه فانه طول عمرها فيه الصحافة والصحافة الصفرة والباباراتسي بس هي تطورت المسائل انا عشان كده بقولك وضع ان فيه حاجة حصلت هي اللي خلتها تثير الموضوع رغم ان هو قديم طب تعالوا نسمع قد ايه ممكن يكون لماحت حاب اغطاها الاموري العزيز يا جماعة الممثل او الفنان بني ادم عنده نفس التفاصيل اللي بتمر بيها عنده ازمات نفسية عنده ازمات مادية عنده ازمات عائلية وعنده مشاكل احنا بنظهر بس ال لكن احنا ما بنحبش نوريك ومشاكلنا لانه دي مش احسن حاجة احنا موجودين هنا في الدنيا علشان خطر نبسطك ونفرحك ونقدملكو يغير موتكو ويخرجكو برا الاسترس اللي حضراتكو فيه واللي احنا شخصيا فيه فاحنا بنيجي يا نفسنا عشان نبسطكو عشان احنا بنحبش ورانتنا وبنحبوكو فرجاء حبونا شوية حبونا شوية ودونا هوا يعني يعني شفونا بني قدمين طبيعيين عندنا مشاكل برضو صدقوني والله مفيش حد في العالم ما عندوش مشاكل كل واحد ربنا مدينه على قد قدراته اه لا واضح انه زي ما انا حسيت فيه حاجة اتنشرت لها لان هي بتتكلم اولا بانفعال رقم اتنين كأنها بتشل لحاجة يعني هي بتقول للناس يا جماعة انتو لو فاهمين ان احنا طول الوقت بنضحك وبنغني وبنرقص وبنحتفل ده ده البرايت سايد لكن فيه عندنا جزء تاني احنا بنحبش نوريه لكم هو مشاكلنا فارجوكم احترموا خصوصياتنا ودونا نسبة الهوى دي فواضح ان فيه حد نشر حاجة عليها هي اللي خليتها انا متفق معها طبعا انا مش عارف ايه اللي تقال عليها لكن انا متفق طول الوقت على فكرة ان كل الناس ليها الحق فيه الخصوصية وان فيه امور ما يفعش تبقى مستباحة حتى لو انا شخصية عامة ومشهور بس فيه مساحة في حياتي فعش تبقى مستباحة واللي بيحبني يحترم المساحة دي عندي يعني ينقض العمل مرافو عليك مالوش علاقة بحياتي بقى الشخصية هو ينقض عملي ولا ينتقدني ده لازم يبقى واضح لكل الناس عشان كده كمان انا بنتقد بعض الفنانين اللي بينشروا حياته مش شخصية على المشاعر قوي على السوشال ميديا فهم كده اللي بيدخلوا الناس في حياته مش شخصية وبعد كده لما بقى بيحصل حاجات مش لطيفة اه 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 او ده قصد لكن انا بقولك حافظ عليك الشخصية عشان الناس تحافظ عليك لكن انت مستباحة وكل حياتك من شراها على السوشال ميديا ما تزعليش بقى لو الناس حط الدمكة في الموضوع اكيد طبعا ولادك في عينيك وتحت عينيك دورتيني غاية شكرا لحظة